النهاردة بطل أفريقيا قدر يفرد شخصية البطل خارج ملعبه ووسط جماهير التحدي المنستيري هو ده البطل وهو ده اللي بيسعى دايماً للبطولة إزاي تفرد شخصيتك خارج ملعبك تحط البصمة بتاعتك وأسلوب لعبك حتى لو كان المنافس قوي كل التوفيق إن شاء الله للعب النادي الأهلي ميستر كولر اللي كان محتاج مكسب مهم جداً في بداية المشوار أي مدير فني أو أي جهاز فني دايماً المباراة الأولى في توليء المباراة الرسمية بتكون مهمة جداً بتكون مباراة صعبة بتكون مباراة محتاج فيها المكسب علشان المعنويات ترتفع الحمد لله الفوز تحقق في السوان الأخيرة من كرة عرضية من علي معلول لمحمد عبد المنام ودايماً محمد عبد المنام بيجيد هذه اللعبة زمان وإحنا كنا بنزيع مباراة الناشئين هنا والأشبال على قناة الأهلي وكنا بنزيع لمحمد عبد المنام هو في أشبال النادي الأهلي كان دايماً بيجيد اللعبة دي كرات السابتة سواء ركنية أو خارج التمنتاشر ودايماً كان بيسجل منها فالنهار دا جات له في مباراة مهمة قدر يسجل منها كل التوفيق إن شاء الله لمستر كولر جهاز الفن المعاون كل لعب النادي الأهلي الفترة اللي جاية محتاجة كل اللعيبة محتاجة كل اللعيبة وزي ماقول لحضراتكم الفكرة مش بعدد الصفقات مش بالكم بالكيف زي ما احنا شفنا أكرم توفيق محمود متولي إضافتين كبار شفنا شاد حسين برونو سافيو الفترة اللي جاية هنشوف هنشوف بير ستاو إن شاء الله لما يرجع فرميته ويشارك ويكون موجود كل اللعيبة محتاجين حسين الشحات بعد العودة من الإصابة كل اللعيبة إن شاء الله تكون في حالة جيدة ويكونوا إضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وأنا بيتفرج على مباراة الأهلي بقى مباراة الأهلي والتحاد منستير حبيت أتفرج على قناة اتحاد الوطنية التونسية قلت أتفرج على القناة زي عم مباراة النادي الأهلي والتحاد منستير وعايز أتفرج على الاستوديو التحليلي أشوف الناس دي تتكلم عن النادي الأهلي إزاي وعن الجهاز الفني وعن تاريخ النادي الأهلي وعن لعبة النادي الأهلي تعالوا نشوف ركز أهلي وفي السمعة والاسمه ومن أحسن الفراق الأفريقية سواء في النتائج سواء في الألقاب لكن فما حاجات في المباراة هذه معناتها شفناها من خلال الشوط الأول أول حاجة حبيت أن نقول حاجات على فريق الأهلي المصري لأن المصري يدخل المباراة تمتعه بكل وثيقة ويحب بمعناتها يسجل من بداية المباراة معناتها لأنهم طعم ديماتش دخله بقوة هو لذغط على الاتحاد النادي الأستيري هو يحاول يوصل مرمى للبشير بن سعيد لهنا الحقيقة لقاء تمركز دفاعي متميز لقاء حارس الحقيقة حاضر معناتها تحسه ذهنيا خاصة في الكرات التي تلعبت في ظهر المدافعين كيف كيف فريق الاتحاد المناستيري بالمناسبة الكلام اللي تقال في قناة الوطنية التونسية ده أنا جبت لحضراتكم اللي كان بين الشطين يعني قبل فوز النادي الأهلي النادي الأهلي فاز في السواني الأخيرة فما جبتش من الأستوديو التحليل بعد فوز النادي الأهلي كان الكلام أكثر من رائع لكن حبيت أجب بين الشطين الناس دي بتقوليها عن النادي الأهلي والنادي الأهلي النتيجة لسه صفر صفر زي ما سمعتوا حضراتكم إشادة بالنادي الأهلي النادي الأهلي بطل أفريقيا النادي الأهلي نادي كبير النادي الأهلي يقدر يكسب خارج ملعبه عنده من اللعبة والخبرات ده كان كل الكلام يتالى على النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي